اليوم سوف نرى عبارات وجمل مهمة جدا تحتاجها عندما تريد شراء الملابس كلمات سوف نحتاجها اليوم دس همد قميس دي جاك سترة در غط تنورة دي هوز سروال در شال وي شاح دي بلوزة دس قليد فستان در مانتل المعتاف دي زوكن الجوارب در بلوفة الكنزة دس تي شيرت هو تي شيرت دي خافات هي ربطة العنق دي شوه هو الحداء محل بيع الملابس يسمى دس بكلايدونكس جشفت جشفت تعني وحدها محل او متجر الفعل اشتر يشتري هو كوفن كوفن هو فيل بلوز أكوزاتيف عندما تريد ان تعبر او تقول لشخص ما انا اود شراء شيء ما تقول اولا اش مشت يعني انا اود اريد ثم ادات التنكير اما اين اين او اين على حسب ادات تعريف الاسم اذا كان الاسم باداة تعريف دين اذا اين وفي حالة كان الاسم باداة التعريف دس اذا تكتب اين وفي حالة كان الاسم باداة تعريف دي اذا اين والجمع لا توجد اي ادات تنكير ثم تكتب الاسم وبعدها تكتب الفعل كوفن لماذا في اخر جملة وغير مصرف لان عندنا فعل مساعد عندما تكون عندنا الافعال المساعدة تكون الافعال الاخرى الاساسية الرئيسية في اخر الجمل غير مصرفة اش مشت زقن كوفن اريد شراء الجوارب دي زقن في الجمع لذلك لا توجد هنا ادات تنكير اش مشت اين بولوفا كوفن اريد شراء كنزة دير بولوفا دين بولوفا في اكوزاتيف لذلك عندنا اين او ممكن ان نستخدم الفعل بغوخن ومعنى احتاج يحتاج لكي نعبر اننا نحتاج الى شيء ما الفعل بغوخن هو في الكلوس اكوزاتيف اذا لكي تقول انا احتاج شيء ما اش بغوخ اين اين او اينا اش بغوخ اينا خفاتة انا احتاج الى ربطة عنك اش بغوخ اين تي شيرت انا احتاج الى تي شيرت عندما تريد ان تقول للبائع او البائعة في محل بيع الملابس انا ابحث عن يعني تبحث عن شيء معيل لكي تشتري تستخدم الفعل زوخن يعني بحث يبحث هو فعل لوس اكوزاتيف انا ابحث ايش زوخ ثم اداة التنكير اين اين او اين على حسب اداة تعريف الاسم واذا كان الاسم في الجمع لا نستخدم اي اداة تنكير اينا تستخدمها في حالة كان الاسم باداة تعريف دن دا تصبح دن في اكوزاتيف اين في حالة كان الاسم باداة تعريف دس واينا في حالة كان الاسم باداة التعريف دي امتلا الآن إذا دخلت إلى محل بيع الملابس وتريد أن تسأل أين تجد القسم الرجالي أو النسائي أو قسم الأطفال يعني المكان الذي تباع فيه ملابس الأطفال النساء أو الرجال كيف تقول معدرة باللغة الألمانية؟ يعني عندما تريد أن تسأل شخصا وتريد أن تبدأ بهذه العبارة معدرة ثم تطع سؤالك نريد أن نقول معدرة أين أجد مثلا القسم الرجالي؟ أين باللغة الألمانية هي والفعل وجد يجد أداة الاستفعام تكون في الموقع الأول ثم الفعل بعدها والمركز الثالث يكون الفاعل إذا قلتم فجواب خاطئ الفعل يكون في المركز الثاني دائما في الجمل الرئيسية وأخيرا القسم الرجالي هو دي هيرن أبطايلون دي أبطايلون واحدة تعني قسم أداة تعريف دي تبقى كذلك دي في أكوزاتيف إذن الآن قوموا بتكوين السؤال معدرة أين أجدو القسم الرجالي؟ انتشول دي غون وفين دي إيش دي هيرن أبطايلون القسم النسائي يسمى دي دامن أبطايلون وقسم الأطفال يسمى دي كين دا أبطايلون المقاس هو دي غريسة هو المقاس دي غريسة الآن نريد أن نطرح السؤال على البائع أو البائعة هل عند حضرتك هذا الفستان بمقاس أربعون؟ هل عند حضرتك هابنزي؟ هذا سؤال مباشر الجواب عليه سوف يكون بي نعم أو لا لكي نقوم بتكوين سؤال مباشر باللغة الألمانية نقوم بعكس الفعل والفاعل عادة يكون الفاعل في الموقع الأول والفعل في الموقع الثاني ولكن عند تكوين سؤال مباشر نقوم بعكس الفعل والفاعل يعني يصبح الفعل أولاً ثم بعده مباشرة الفاعل هذا الفستان دي زي كلايد لأن عندنا الفيل هابن دي زي في النوميناتيف تبقى دي زي كذلك في أكوزاتيف بمقاس أربعون عندما تريد أن تقول بمقاس معين تستخدم حرف جر إن الآن لنقوم بتكوين السؤال هل عند حضرتك هذا الفستان بمقاس أربعون؟ هابنزي دي زي كلايد إن جريس فاتسيف الآن إذا أردت أن تسأل البائع أو البائعة هل عنده شيء ما في لون آخر؟ هل عند حضرتك هابنزي؟ هابنزي مثلا السروال دي هوز ولأن عندنا أكوزاتيف دي هوز تبقى دي هوز بألوان أخرى إن أندغن فابن الآن قم بتكوين السؤال هل عند حضرتك السروال بألوان أخرى؟ هابنزي دي هوز إن أندغن فابن؟ عندما تريد أن تقول بلون معين تستخدم حرف جر إن مثلا تريد أن تقول بالتحديد هل عند حضرتك السروال باللون الأسود؟ باللون الأسود إن شفات إن شفات هل عند حضرتك السروال باللون الأسود؟ هابنزي دي هوز إن شفات أو مثلا بألوان أخرى إن بلاو باللون الأزرق إن قلب باللون الأصفر إن بغاون باللون البني إن قغاون باللون الرمادي والآن للسؤال عن ثماني شيء ما مثلا تريد أن تسأل البائع أو البائع عن ثماني سروال أو معطف أو شيء ما الفعل كوستن ومعنى كلف يكلفه هذا الفعل تستخدمه عندما تريد أن تسأل عن سعر شيء ما كم يكلف كم سعره تستخدم هذا الفعل؟ وعندما تريد أن تقول كم؟ كم؟ كم يكلف أو كم سعره؟ كم يكلف هذا الوشاح؟ هذا الوشاح دي زا شال كم سعر هذا الوشاح؟ الآن قمت بي اختيار شيء ما وتريد أن تقيصه أو تجربه الفعل أنت خبيغا ومعنى جرب أو قاصة عندما تجرب الملابس لكي ترى هل تناسبك أم لا الآن نريد طرح السؤال أين يمكنني تجرب البلوزة؟ أين يمكنني؟ أين يمكنني؟ أين يمكنني؟ قياس البلوزة؟ أو يمكن أن نسأل عن الغرفة المخصصة لقياس الملابس؟ غرفة القياس تسمى أين يمكنني؟ 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 صغير كلاين كلاين دي شوه زند ميطسو كلاين الحيداء صغير بالنسبة إلي